اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية من مركز اخبار الشرق في ظل ماسع فنلندا والسويد للانضمام الى حلف النيتو انقرة تجدد اتهامها للبلدين بدعم الارهاب واكد رئيس التركي رجل طيب اردوغان ان بلاده لن تؤيد عملية انضمام ستوك هول مؤهل سينكي التين فرضتا عقوبات على انقرة مشددا على وجوب تسليم عناصر من حزب العمال الكردستاني من قبل البلدين في المقابل قلت رئيسة الوزراء السويدية Magdalena Anderson خلال جلسة في البرلمان انها تأمر في الحصول على دعم واسع لانضمام سويد الى حلف النيتو باعتباره الوصيل الافضل لامن البلاد بحسب قولها مأ voor vårt lands säkerhet är därför att Sverige söker medlemskap i NATO وأن vi gör det nu tillsammans med Finland وإن عقال باقتباره الاثنان ويحانا رغ vampلاق رأي وقال بحسب قروح om en ansökan. Det blir i så fall startskottet för en anslutningsprocess som också inbegriper ratifikationer i samtliga NATO-länders parlament. Och därefter så återkommer regeringen med en proposition till riksdagen med förslag om ratifikation av svensk anslutning. Sverige och Finland är två länder som gör våra säkerhetspolitiska vägval självständigt. Men vår historia, vår säkerhet och vår framtid är tätt sammankopplade. Om Sverige skulle bli det enda EU-landet i Östersjöregionen som inte är medlem med NATO, då skulle vi hamna i ett mycket utsatt läge. Och det kan inte uteslutas att Ryssland ökar pressen på Sverige. Det bästa för vårt lands säkerhet är därför att Sverige söker medlemskap i NATO och att vi gör det nu tillsammans med Finland. Och efter dagens debatt i kammaren är regeringen redo att fatta beslut om en ansökan. Till medlemmen av den här om det här området är en del av oss i dagens debatt i kammaren i dagens debatt i kammaren. Diplomasi amerikansk särskilt. Hej då, Sayyid Cameron. Jag har haft en lopp med dig. är det här området? تحديد الشروط ثم تراجع عنها لماذا التحفظ ثم الحسم وكيف ستقابل ولايات المتحدة هكذا توجه أعتقد بأن هذا أمر مفهوم عندما ينضم أي بلد إلى الناتو فهناك طبعا التزامات على الدول الأعضاء أصلا في الناتو بأن تؤمن الدفاع المشترك أعتقد بأن الدول الأعضاء الأخرى سيكون لديها شروط أعتقد بأن تركيا قلقة وأنا شخصيا أعتبر هذا الأمر مفهوم فهذه الأمور المقلقة لتركيا يجب حلها فأنا لست مندهشا من هذا التذبذب في الموقف التركي بشأن مثلا فنلندا أو السويد ودخولهما إلى الناتو لا أعتقد بأن الأمر فيه الكثير من الغرابة أجد بأن عملية المفاوضات أمر مفهومة بعد كل شيء نعرف بأن دول أخرى في الناتو يجب أن تصادق على توسعة الناتو والأمور ستتطلب وقتاً بما أنك تتحدث عن المفاوضات هل يمكن أن نشهد مفاوضات تركية مع الدولتين أعني هنا فنلندا والسويد أو يمكن أن نشهد مفاوضات تركية أمريكية على سبيل المثال هذا سؤال ممتاز أعتقد بأن تركيا لديها قلق بأن طبعاً وتريد أن يكون لك اعتراف دورها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما كفنلندا والسويد طبعاً أعتقد بأن هناك تاريخ طويل من قبول السويد للاجئين تحديداً من شمال سوريا لذا أنا على ثقة بأن تركيا لديها ما يغلقها بشأن هؤلاء وأمر مفهوم أيضاً بأنها تريد أن تهتم الولايات المتحدة الأمريكية بقلقها هذا السؤال هنا هل ستهتم الولايات المتحدة بهذه التحفظات التركية هل يمكن أن نشهد ربما حتى تنازلاً أمريكياً فيما يتعلق بموضوع F35 على سبيل المثال ربما دعم لتركيا في سوريا ضد الأكراد في المنطقة؟ هذا بالضبط أنا وافق من أن إدارة بايدن ستأخذ على محمل الجد القلق التركي وستكون مرنة إلى أي حد أنا لست أكيداً السبب في موضوع F35 أو مشكلتها هي أن تركيا قررت أن تشتري نظام دفاع جوي روسي ولم ترد أن تكون في وضع تتشارك فيه المعلومات بشأن F35 مع الدول الأخرى وفي الوقت نفسه استخدام نظام دفاع جوي روسي ولكن كان ذلك في الأيام الماضية ولكن أعتقد بأن الأمور تغيرت تعالين أن ننتظر لنرى طيب برأيك هل يمكن أن نشهد قراراً استثنائياً من قبل النيتو يستبعد موافقة تركيا؟ هل من آلية ربما تستطيع استبعاد أو استثناء تركيا من التصويت؟ أم هذا الشيء مستحيل؟ أنا أشك في ذلك تماماً أنا لا أعتقد بأن الأمور ستصل إلى هذا الدرك أعتقد بأن علينا أن نرى أنا لا أرى هذا يحدث لأنه إذا حدث فالولايات المتحدة الأمريكية ستتردد في القيام بشيء كهذا لأنه سيكون هناك آخرون يقولون ما لن نهتم بما تقول مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية بالشأن العضوية لا أعتقد بأن هذه الدول ستكون مرتبطة بموضوع ضمانات أمنية ستفعل هكذا أمر لا أعتقد برأيك أولاً هل يمكن أن نخشى أو نشهد انقساماً في الناتو في الفترة المقبلة فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ وبرأيك واشنطن كانت بالبداية تدعم التوجه التركي لأن تكون وسيطاً في الأزمة بأوكرانيا اليوم إذا توجهنا إلى ضغط على تركيا للموافقة على عضوية فنلندا والسويد هل يمكن أن نخسر تركيا كوسيط في الأزمة الأوكرانية الروسية؟ في هذه اللحظة الزمنية أعتقد بأن محاولة تركيا للتوسط في الأزمة أمر مرحب به ولكن طبعاً حتى الآن أي مفاوضات وأي إطار هذا ما يزال غير واضحاً لم نرى أي تقدم أو أي نجاح لأي وسيط ولا لتركيا أبداً فيما يتعلق بالتوسط لحل النزاع والذي حاولته طوال شهر مارس وحتى الآن لا أرى هذا الدور ناجح الآن الأمر طبعاً عائد لروسيا ولأوكرانيا لتقرر ما هو الشكل ليس فقط جوهر على ما يتفقون عليه بل أيضاً شكل المفاوضات التي يمكن أن تقود إلى هذه النتائج لن نرى أي شيء من هذا القبيل بعد سيد كاميرون هيوم دبلوماسي أمريكي سابق كنت معنا مباشرة من واشنطن شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر